هذه أبرز العناوين حكيم يحضى بحماية حارس شخصي في تل أبيب بسبب تضامنه مع فلسطين وإطلاق الصافرات ضده في كأس الأبطال الفرنسي العام الماضي عجل حكيم زياش يبعث برسالة قوية لوحيد خلال وزيتش لقجع المغرب يتوفر على العديد من المواهب التي تحتاج فقط إلى سقلها والآن إلى التفاصيل ولكن من قبله باش تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس حكيم يحضى بحماية حارس شخصي في تل أبيب بسبب تضامنه مع فلسطين وإطلاق الصافرات ضده في كأس الأبطال الفرنسي العام الماضي تساءلت صحيفة الباريسيان الفرنسي عن موقف بعض المتفرجين في تل أبيب من استقبال المغرب أشرف حكيمي في مبارة كأس الأبطال الفرنسي 2022 بين فريق باريسان جرمان ونانت وإمكانية إطلاق صافرات الاستهجان ضده مجددا وأكدت الصحيفة الفرنسية أن حكيمي صافر ما بعثت النادي الباريسي إلى تل أبيب مرفوقا بحارس شخصي والذي وكلت له مهمة مراقبة محيط اللاعب وكان البالغ من العمر 23 عاما قد نافس على تحقيق أول لقب له مع باريسان جرمان الذي انضم إليه في صيف العام الماضي أمام فريق ليل في مباراة كأس الأبطال الفرنسي 2021 بتل أبيب حيث تعرض لصافرات بسبب تضامنه مع فلسطين ويدشن باريسان جرمان موسمه الجديد بمواجهة نادي نانت في مباراة كأس الأبطال الفرنسي اليوم الأحد على أرضية ملعب لونفيلد بتل أبيب عاجل حكيم زياش يبعث برسالة قوية لوحيد خالل زيتش خاض فريق تشيس الإنجليزي لكرة القدم مباراة ودية ثانية أمام أودينيزية صباح أمس وشهدت مشاركة اللاعب المغربي حكيم زياش أساسيا بعد الأولى التي جرت يوم الجمعة وانتهت بفوز البلوز بنتيجة ثلاث أهداف مقابل واحد ونجح اللاعب المغربي حكيم زياش في تعزيز تقدم أبناء المدرب الألماني طمس خيل في النتيجة بتسجيله الهدف الثاني للبلوز من ركلة جزاء في الشوط الثاني من المباراة التي تدخل ضمن استعدادة تشيسي للموسم المقبل وهي المباراة التي عرفت تألق النجم المغربي حكيم زياش مما جعل الجماهير تشيد بقوة بما قدمها ومن خلال أدائه في المباراة وجه حكيم زياش رسالة قوية إلى الناخب الوطني الحالي وحيد خالل الزيتش مفادها أنه يستطيع قيادة هجوم المنتخب المغربي وأن المشكلة في خالل الزيتش وليس في زياش وفي سياق آخر وقبل مشاركة المنتخب الوطني في مونديال قطر يتطلع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لإعادة زياش إلى المنتخب المغربي حيث يشترط حكيم مغادرة خالل الزيتش من أجل العودة للمنتخب وكان المدرب البوصني قد أبعد النجم المغربي عن المنتخب منذ قرابة السنة بسبب اعتراضه على تصرفاته كما أنه أبعد نجم باير ميونيخ الجديد نصير مزراوية قبل أن يتم تجاوز الخلاف بينهما القجع المغرب يتوفر على العديد من المواهب التي تحتاج فقط إلى سقلها نوه فوز القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالتطور الذي عرفته المملكة على مستوى البنيات التحتية خاصة مركب محمد السادس في المعمورة أوضح القجع خلال الندوة الصعفي التي عقدت الجامعة يوم الجمعة لتقديم المدير التقني الجديد كريزباب وفالد قال المغرب تطور بشكل كبير من ناحية البنيات التحتية وهو بلد شغوف بكرة القدم ويتوفر على العديد من المواهب التي تحتاج فقط إلى سقلها وأضف اكتشاف المواهب الكروية في المغرب لن يكون إلا بالعمل على الفئات السنية الصغرى بشكل احترافي وتوفر الأندية على مراكز التكوين تعمل بدورها بشكل احترافي وفق رؤية تقنية واضحة المعالم كعلما أن الجامعة تتوفر بدورها على مراكز جهوية في مختلف جهات المملكة واختتم القجع حديثها المغرب لديهم شغف كبير بكرة القدم والجميع تابع الحضور القياسي للجماهير في نهاية كأس أمام إفريقية للسيدات والذي عرف إشادات عالمية بالإضافة إلى الحضور الجماهيري في مباراة الأندية الوطنية والمنتخبات عروض مغرية لأنس زنيتي تبعيده عن الرجاء الرياضي أكدت مصادر رجوية مسؤولة توصل الحارس أنس زنيتي بعرضين رسميين خلال فترة الانتقالة الصيفية الجارية بعد انتهاء عقده مع الرجاء الرياضي وكشفت ذات المصادر أن أنس زنيتي توصل بعرض خارجي وآخر من فرق محلي ما جعل العنكبوت يتريت في دراسة تفاصيل العرضين في المرحلة الحالية دون أي ضغوط وأضفت المصادر ذاته أن زنيتي سيحسم في العرضين المقدمين إليها خلال الأيام المقبلة وعن إمكانية تجديد عقده مع الرجاء أوضح مصدر المقرب من زنيتي أن الأخير لم يغلق باب تماما بهذا الخصوص وأنه يفكر حاليا في كل الإمكانية الوارد أمامه بدون ضغوط رسميا الأهل يوافق على رحيل بانون إلى قطر كشف النادي الأهل عن موافقة مسؤولي على طلب اللاعب المغربي بضر بانون رحيله إلى نادي قطر القطري وعدم رغبته في استكمال تعاقده مع الفريق الأحمر وأكد السيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهل أن اللاعب طلب عقد جلسة خاصة معه وأبلغه برغبته في الرحيل إلى الدور القطري لظروف خاصة بها وشدد السيد عبد الحفيظ على أنه يقدر كثيرا موقف النادي الأهلي ومساندته له طوال الفترة الماضية لكن هناك أمور خارج عن إرادته لا تجعله يستطيع استكمال تعاقده مع النادي وأضاف عبد الحفيظ أنه استحب بضر بانون وجلس مع ريكاردو سواريش المدير الفني للنادي لأنه صاحب القرار الفني في مثل هذه الأمور وهو الذي يحدد حاجة الفريق إلى هذا اللاعب أو ذاك وأضاف تحدث سواريش مع بانون لمعرفة أسباب طلب الأخير الرحيل وفي هذا التوقيت بالذات وأوضح اللاعب موقفه بأنه لا يستطيع الاستمرار لظروف خاصة ويأمل موافقة الأهلي على عرض نادي قطر القطرية وتبع جاءت إجابة سواريش واضحة طالما بانون يريد الرحيل وغير قادر على التأقلم بالتالي لا يستطيع إجبار اللاعب على الاستمرار وأنه موافق على انتقاله للنادي القطرية وأشار إلى أنه قام برفع الأمر إلى لجنة التخطيط بالتنصيق مع المشرف على الكرة وشركة الأهلي لكرة القدم وفي ضوء كل المطيات التي أكدت على أن اللاعب لن يستطيع تقديم كل ما لديه للأهلي خلال الفترة المقبلة وأوضح أنه تم تكلف أمير توفيق مدير التعاقدات بحسم الاتفاق المالي مع نادي قطر القطرية وإنهاء كل الأمور الخاصة مع اللاعب وغضر بانون إلى قطر لإجراء الكشف الطبي تمهيدا لتفعيل عقد انتقاله إلى قطر القطرية وحصول الأهل على مستحقاته المالية التي تم الاتفاق عليها ترجمة نانسي قنقر